ينفرد النجم المغربي ياسين بونو بإنجاز تاريخي بعد اختياره ضمن العشرون لاعباً المرشحين لجائزة الكرة الذهبية المقدمة لأفضل لاعب في العالم من مجلة فرانس فوتبول واستطاع بونو أن يكون سابقة على المستوى الوطني كأول لاعب مغربي في التاريخ ينافس على الكرة الذهبية بعدما جرى تحديده في القائمة العشرون لأفضل لاعب العالم ويشكل حضور بونو في القامة إنجازاً تاريخياً له ولكرة القدم المغربية إلى جانب منافسته كذلك على جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى بالعالم لسنة 2023 من المجلة الفرنسية وبات بونو فخراً للمغاربة بإنجازاته وكل ما حققه قبل أن يختار الانتقال إلى نادي الهلال السعودي قادماً من إشبيلية الإسباني في الانتقالات الصيفية